طيب. خليط جوادي مترجم بتاع مارس الكورر ضرب كنبلة. كونس في الكولوب. اه بالضبط كده. ضرب كنبلة ورح كتب كلمتين وعادي فاضفض زي ما ما عايز. ما بين انه مترجم النادي الاهلي او مترجم مداري بتاع النادي اهلي مش المفوض يطلع يقولي الكلام دوت. ما بين رأيه اخر يقول انه الراجل بحكم الصداقة والقول من الراجل فعايزي فاضفض. ايه اللي حصل بقى في النادي الاهلي ما بعد هذا البوست اللي كتبه خليط جوادي. بوست مبدئيا دي مش او مرة تحصل. حصلت بعض ماتش في المدريد. وطلع هاجم الجمهور في الدولة يعني اللي كان مناع فيها كاس العالم. وقال برضو نفس القص يعني. وتم يعني تعنيفه وانه هو حزف البوست. المراضي التوقيت ما كانش منصب خلص انه هو يتكلم في حتة الكاس العالم يعني وحتة الكلر يعني تم تسليمه لوسائل اعلام. صح. هاي دي الجملة دي اللي اتحزفت. دي اللي اتحزفت بعد كده. يعني البيان هو ساب البيان زي ما هو. وعايز اقولك ان مفس الكولف طلب منه ما احزفش البيان لانه هو كان بالتنصيق مع مفس الكولف. ممكن دي معلومة بقى يعني هو كولف كان عافل ان الكلام ده حكي كده. لا انت اول مرة تقول او مرة اسمع لي. بالزبط. بالتفاصيل دي كله. كان عنده علم طبعا بالكلام. ولا هو اللي قال له يكتب كده. لا 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 هو ما قالوش. الامانة طلب منه ان دي لازم جملة دي تتحزف. تتحزف. وما يكونش فيه اي كلام خالص على المنصات التواصل الاجتماعي. لان زي ما قالوش الدنيا مقفولة على الفئة. هاي دي المشكلة الوحيدة اللي حصلت بس في معسكة الاعداد اللي كسع. هل الراجل مستعباله في الناجل اي ممكن يحصل فيه مشكلة بسبب بوست زي ده؟ كورف يعني ما اعتقدش نعي يخلي يمشي. ووحامي يعني يعني. العلاقة بينهم قوي جدا. وما اعتقدش ان ده حيكون احد الاسباب اللي ممكن تخلي يمشي. طيب.